ارتفاع حرارة جبهة الميليشيات الايرانية مع واشنطن وتل ابيب في العراق والسوريا واليمن بغداد تصف الهجوم الامريكية بالعمل العدائي الواضح وايران تتعهد برد ذكي واسرائيل تتأهب على حدودها مع لبنان وزير الدفاع الاسرائيلي يلمح الى اعمال انتقامية في العراق واليمن وايران بسبب الهجمات ضد اسرائيل هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن انفجارين على بعد خمسين ميلا بحريا من الحديد اليمنية بعد مشاهدة مسيارات القصف الاعنف على وسط وجنوب غزة ونتنياهو يقول انه يعمل على خطة اسماء بالهجرة الطوعية لفلسطيني غزة الى البلدان المجاورة اشتركوا في القناة واطابت اوقاتكم بالخير كلها اينما كنتم من الرياض جولة اخبارية جديدة للحدث في تفاصيلها دانت الحكومة العراقية لاستهدافات الامريكية لمواقع عسكرية عراقية فجر اليوم ووصفت الحكومة العراقية في بيان لها الهجوم بالعمل العدائي الواضح وغير البناء واعتبرته انه مسيء للعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وكشف البيان ان الهجوم الامريكي ادى لمقتل احد افراد الامن واصابة الثمانية عشر شخصا بينهم مدنيون كما اكدت الحكومة العراقية رفضها للهجمات على البعثات الدبلوماسية او الاماكن التي تستضيف مستشارين عسكريين اجانب مشيرة في السياق الى انها تتعامل بحزم تجاه الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية الضربات الامريكية في محافظتي بابل وواسط العراقيتين جاءت ردا على تعرض قاعدة لتحالف الدولي بالقرب من حرير في اربيل لهجوم بطائرة مسيرة حيث قصف الجيش الامريكي ثلاثة مواقع تابعة لحزب الله العراقي والجماعات الموالية لايران ما اسفر عن مقتل عنصر من الفصائل واصابة اخرين اضافة الى عشرة من رجال الامن العراقيين واكدت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي الامريكي ان الرئيس بايدن وجه بقصف مواقع حزب الله العراقي والتركيز على ضرب المواقع التي تستخدم لاطلاق المسيرات ردا على هجوم اربيل الذي اسفر عنصابة ثلاثة عسكريين امريكيين احدهم في حالة خطرة ولوحت المتحدثة بمزيد من الضربات في الوقت والطريقة التي تختارها واشنطن اذا استمرت الهجمات على جنودها وقواعدها الذين تعتبروا سلامتهم اولوية قصوى للإدارة الامريكية على حد قولها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من بغداد ينضم الي مراسل الحدث الزميل سامر الكوبيسي سامر مرحبا بك الى اخر المواقف البيانات ان كانت هناك اي جهة قد تبنت هذه الهجمات وايضا المواقف السياسية من قبل الحكومة العراقية حول الضربات الامريكية فعلا يبدو ان موقف الحكومة يحمل مجموعة من الرسائل رسائل داخلية ورسائل الى الولايات المتحدة الرسائل الداخلية تضمنت بان من يمسك الامن في العراق ومن هو مسؤول عن الاتفاقات وعقد الاتفاقات وصفقات مع الجانب الامريكي هو الحكومة العراقية فقط وهي المعنية بتواجد هذه القوات من عدمها اضافة الى الرسالة الاخرى وهي الى الولايات المتحدة بان ما يحدث من هجمات اتجاه الفصائل المسلحة اتجاه الحجد الشعبي اتجاه المواقع داخل العراق هو انتهاك لسيادة العراقية بمعنى ان الحكومة العراقية مسكت العصى من الوسط ذات الحكومة سيد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني اكد بان ما يحدث من هجمات تحديدا يوم امس كان هجوم على اربيل تحديدا على المطار المدني اكد ان هذه الهجمات هي هجمات ارهابية هذا الوصف ربما ملفت للانتباه بان هذه الهجمات بدأت توصف بالارهابية وان الحكومة العراقية ستلاحق من يضرب هذه القواعد التي يتواجد فيها المستشارين الامريكان ومستشاري التحالف الدولي لكن على ما يبدو ايضا ان الولايات المتحدة نفذت ما وعدت به وهي في حال استمرار هذه الهجمات او تأثير الهجمات بشكل يعني يؤذي المستشارين او المتواجدين والمتعاقدين الامريكان سيكون هناك رد فعل على الارض وهذا ما حدث يوم امس او فجر اليوم نعم على ذكر الفعل ورد الفعل كيف هو المشهد الامني يعني نتوقع في المقابل ردا من قبل هذه الفصائل سترد واشنطن من جديد وبالتالي امنيا كيف تتعاطى بغداد الرسمية وبغداد الامنية مع هكذا تطورات محتملة رئيس الوزراء والقوات الامنية بشكل عام في اكثر من مناسبة اكدوا على ملاحقة مطلقي الصواريخ ومهاجمي القواعد ان كان على مستوى قاعدة عين الاسد وقاعدة حرير في اربيل الحكومة العراقية مسكت مجموعة التي ضربت السفارة الامريكية ومزارت التحقيقات مستمرة بمعنى هناك جدية من قبل الحكومة العراقية بمجموعة من الاجراءات ربما حتى نشر بعض القوات الامنية والقطعات في بعض المناطق التي تعتقد الحكومة العراقية ان بعض الفصائل ستهاجم ان كان على مستوى السفارة الامريكية او القواعد التي تتوجد فيها القوات الامريكية والمستشارين نشرت بعض القطعات هناك للحد من هذه الهجمات لكن حتى الساعة لم تفلح الحكومة العراقية بإيقاف هذه الهجمات نتوقع طبعا استمرار لهذه الهجمات إن كان على مستوى قاعدة عين الأسد أو حتى حرير وحتى ما يحدث في القواعد الأمريكية الموجودة في سوريا بمعنى هذه الضربات تعبر الحدود العراقية وليس فيها العراق فقط الجدير بالذكر أن هذه الهجمات تأتي من مناطق نائية جدا لا يتوجد فيها عناصر أمنية ومن الصعب مسك هذه الأرض أغلب هذه المناطق هي مناطق صحراوية هي مناطق غير ستراتيجية بحيث لا يتوجد فيها قوات أمنية أو مسك أمني للأرض بالتالي تستغل هذه الفصائل هذه المناطق وتهاجم فيها القواعد إن كان على مستوى عين الأسد أو حتى قاعدة حرير من بغداد مراسل الحدث الزميل سامر الكبيسي شكرا على كل هذه الإفادات ولمزيد من التفاصيل مشاهدين حول التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة عموما معنا هنا في غرفة أخبار الحدث الزميل طوني مزرعاني ليفصل أكثر في طبيعة هذه الضربات وكذلك ربما فجلك تاريخية عن تاريخ هذه الضربات التي لم تتوقف أصلا في المشهد العراقي مساء خير سعد أيضا مشاهدين الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق هو الأحدث بعد الإعلان عن مقتل قائد الحرس الثوري في سوريا أمس الأثنين في نمشق وبناء على توجيهات الرئيس الأمريكي نفذ الجيش الأمريكي غراط وصفها بالدقيقة ردا على هجوم بطائرة مسيرة شنته ميليشيا حزب الله العراقي على قاعدة أمريكية في أربيل بالعراق وقال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن بايدن اطلع على الهجوم وأمر البنتاجون بإعداد خيارات الرد موضحا أن الإدارة الأمريكية ستتصرف في الوقت وبالطريقة التي تختارها إذا استمرت هذه الهجمات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أعلن أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة الأمريكية ضد تلك الجماعات ضرورية ومتكافئة وأضاف أوستون أن الرد أتى بعد سلسلة هجمات ضد تواقم أمريكية في العراق وسوريا شنتها ميليشيات موالية لإيران في البلدين وشدد أوستون على أن بلاده تسعى إلى تصعيد الصراع لا تسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة إنما لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها من جهته المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية وصف الجماعات التي استهدفت القاعدة الأمريكية في أربيل بأنها جماعات خارجة عن القانون نشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها طائرة مسيرة على قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل حيث تخطى عدد الهجمات أكثر من 100 في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر بحسب ما أعلنت واشنطن أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة هذا كل شيء عودة لك سعد نعم شكرا توني وسنحمل ربما كل هذه الإشارات التي تطلقت إليها في تقريرك شكرا لنناقشها مع ضيفنا من أربيل اللواء المتقاعد ماجد القيسي المختص في الشأن العسكري والأمني مرحبا بك سعدة اللواء هذه الهجمات كما ذكر تقرير الزميل توني ليست بالجديدة في المشهد العراقي ولكن ربما هذه المرة من حيث الكم والكيف مختلفة ومن حيث توقع ردات الفعل بعد إعلان الولايات المتحدة ومؤخرا إسرائيل على لسان وزير دفاعها أن العراق لم يعد بمعزل عن هجماتها التي طار أنها دفاعا عن أمنها القومي عن أي مشهد نتحدث تحية طيبة مرحبا الحقيقة نتحدث عن مشهد عن تصعيد في المشهد في الأيام القادمة وحتى في الساعات القادمة تزامنت هذه الهجمات مع اغتيال أحد القادة الحرس الثوري في سوريا رضا موسوي ومن ثم تم استهداف مطار أربيل بطائرة مسيرة الطائرة المسيرة أدت إلى إصابة ثلاثة من الجنود الأمريكان اثنين منهم في حالة خطرة هنا تجاوز للخط الأحمر الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية وجاء الرد أيضا بعد ساعات يوم وأمس على مدينة الحلة وتم استهداف موقع هناك تدعي واشنطن بأنه تشغله كتائب حزب الله العراقي واشتهدفت تحديدا مخازر للطائرات المسيرة هذا ما يقوله البنتاجون وما تقوله القيادة المركزية الوسطى دعني أعود معك إلى نقطة مهمة قد تحدد القادم أنت ذكرت أنه هو خط أحمر بالنسبة لواشنطن هل بغداد على اطلاع بهذا الخط الأحمر بمعنى أن واشنطن قد أبلغت أن هذه الهجمات إذا وصلت إلى مرحلة الإصابات والتي وصلت إلى إصابة خطرة هذه المرة وبالتالي هي في حل عن أي التزامات تتعلق بإعطاء الفرصة للحكومة العراقية للتعاطي مع شأن الأمن الداخل بالتأكيد كانت هناك رسائل إلى الحكومة العراقية عن طريق وزير القارجية وحتى عن طريق وزير الدفاع وحتى عن طريق السفيرة رومانسكي بأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف وأن تأخذ الحكومة دورها المطلوب لإيقاف هذه الهجمات وأن هناك خطوط حمرها معروفة للجميع الخطوط الحمر بالنسبة للقوات الأمريكية هي عند إصابة جنود يكون الرد لكن على أي أساس كانت بغداد حازمة وحدة في ردها على الولايات المتحدة واعتبرت ذلك ضربا من ضروب انتهاك السيادة الداخلية إن كانت تعلم أن الأمر قد تجاوز الخطوط الحمراء لواشنطن طبعا لأنه أيضا هو انتهاك للسيادة العراقية هذا ليس هو البيان الأول وإنما أيضا قبل فترة عندما سهدف جرف الصخر أيضا ذكرت بأنه هذا انتهاك للسيادة العراقية واشنطن ترى بأن بغداد لم تقوم بالواجب المطلوب لإيقاف هذه بشكل كامل يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني هناك هجمتين داخل العراق والباقي كان هجمتين على الحدود السورية يعني من أصل مئة هجوم أربع مرات ردت على هذه الهجمات هذه الهجمات طالت يعني القوات الأمريكية ووقعت بها خسار المهم هو اليوم هذه الضربات وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تذهب بعيدا في هذه الاستهدافات لهذه الفصائل من أجل أن لا تحرج الحكومة العراقية وكذلك لا تريد أن توسع الصراع في المنطقة لأنه هناك حرب غزة واحتمالات التصعيد واردة وبالتالي واحدة من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية احتواء هذه الأزمات بشكل لا يؤدي إلى التصعيد وإلى توسيع رقعة المواجهة والصراع نعم يعني أي نوع من الاحتواء كانت واشنطن تتحدث عن حماية مصالحها والمقارة التي يوجد بها مستشاروها ماذا عن التهديدات الإسرائيلية الآن والتي قد تجعل العراق أيضا ساحة مباحة جغرافيا للرد كما أعنا ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي لا أعتقد إسرائيل سوف تسمح لها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضربات داخل العراق لا أعتقد ذلك يوم لأنه سوف يؤدي إلى انجلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه حقيقة وهل تعتقد أن الفصائل ستصعيد أكثر وستستفز أكثر أم ستكتفي بهذه الضربات وتعتبر أن الرد على مقتل موسوي اكتفى كما حدث ذلك كنت تذكر مع مقتل قاسم سليماني بالتأكيد لكن مقتل أو اغتيال رضا موسوي في سوريا سوف تتبنى الرد إيران بنفسها وليس هذه الفصائل سترد إيران في العراق تقصد في الداخل العراقي سوف تقوم بالرد أليس من الردتي الآن إيران هذه فصائل تنتقم لشخص ينتسب لفصيل عسكري إيراني والرد تم من داخل العراق هذه الفصائل إذا سمحت لي الفصائل أعلنت بأنها سوف تقوم نتيجة لهذه العملية التي نسبت إلى إسرائيل باختيال قائد في الحرش الثوري يعمل في سوريا باستخدام طائرات قصفته من فوق بحير الطبرية بثلاثة صواريخ في منطقة إلى الجنوب من دمشق عندما دخل في مكان إلى مزرعة وتم اجتهدافه إيران تعتبر هذا القائد من قادة الخط الأول وهو كان مساعد إلى جنرال قاسم سليماني وبالتالي البيانات التي صدرت من طهران يوم أمس تشير بأن الحرش الثوري هو سوف من يقوم بالرد لكن طبيعة هذا الرد ومكان هذا الرد ومتى هذا لا أحد يعرف به حقيقة الفصائل أيضا دخلت على الخط وأصدرت بعض الفصائل بأنها سوف تنتقم أو سوف ترد على اختيال رضا موسوي لكن هذه الهجمات هي بدأت مع حرب غزة في 7 أكتوبر حقيقة نعم وهنا ربما فارق التوقيت هو الذي جعل الاختلاف من أربيل المتقاعد اللواء المتقاعد ماجد القيس المختص في الشأن العسكري والأمني شكرا جزيلا لك وفي السياق علن الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران سترد ردا ذكيا ومؤكدا على مقتل قائد الحرس الثوري رضي موسوي واعتبر المسؤول الإيراني أن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل خارج قطاع غزة اعتبرها علامة على توسيع الحرب وفي تغريدة على موقع اكس توعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان توعد إسرائيل بالرد على اغتيال موسوي كما اعتبره رفيق سلاح لقاسم سليماني وطالب تل أبيب بانتظار ما وصفه بالعد التنازلي الصعب ردا على مقتله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتقاب انتقاب جمهوريه اسلامي انتقاب انتقاب وهذا التصيد في العراق ومتوقع وأيضا في الحدود الجنوبية مع لبنان هو القشة التي ستقصم ظهر الاعتدال أو الهدوء في مسألة أن تمتد هذه الحرب إلى حرب إقليمية شاملة وهي مخاوف أبدتها إيران سابقا أنها لا ترغب كذلك إسرائيل وكذلك واشنطن لكن هل الواقع الآن يجافي هذه الحقيقة؟ نعم شكرا أنا أعتقد لا يزال الوقت مبكر لكي نحكم إلى ماذا ستقول الأمور حاليا إسرائيل يتحاول شتى السبل وربما ما قامت به من عملية اكتيال الواق الموسوي ربما ستكون الشرارة لإمدداء حرب إقليمية إذا تم ضغط الأوضاع سواء من داخل إيران ومن قارج إيران ومن قبل ولايات المتحدة الأمريكية وحتى من قبل إسرائيل نفسها أنا أعتقد حاليا النظام في إيران هو أمام ضغوط شديدة من قبل الشارع كما قدمتم هذا التقرير تابع نزل من الشوارع وهناك مطالبات كثيرة تتدخل إيران ونسمع هذه المرة تصريحات لكن ما يحدث هل نعتبر أن هذا يعبر عن الشارع الإيراني مطلقا لأنه في المقابل هناك أعراوة جهات صدرت حتى من مسؤولين سابقين ووزير الخارجية تعترض عن تداخل إيران في هذه القضايا لأنها أورثت إيران الخراب والمعاناة بالنسبة للشعب وبالتالي الحديث عن أن شارع يطالب هل هو يعتبر دقيقا؟ طبعا هذه القاعدة لا يوجد مجتمع يستفن من هذه القاعدة طبعا المجتمعات تفغض وتنفت الحال ولا تريد أن تسير الأمور في هذا الاتجاه هذا الشيء طبيعي طالما أن هناك خلول وهناك بداع وطالما أن هناك وضع يتفجر لدى الجالب المقابل فإيران تفضل حاليا إيران يتفضل لا تتساروها الصراع لماذا؟ لأنها تشعر أن هناك إنجازات تتحفقت بعد سبع أكتوبر من الاختلافات وتبراينات داخل المجتمع الإسرائيلي داخل قيادة الإسرائيلية وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهناك حد ذات أيضا وهناك أمور كثيرة يتفضل أن تبقى الأوباء على هذا الشكل لأنه إذا نشبت هذا أعتقد أن هذه الشروط وهذه السدوعات سوف ترمّن من جديد وسوف يتحل هؤلاء الفلفاء الذين أصبحوا اليوم وبالتالي كيف تقرأ طبيعة التفكير بالنسبة للنظام بمختلف مكوناته وتبايلات الأراء في حول التصعيد أكثر يعني أكثر من هذا الرد بدأ بالعراق وهذا يحرج أيضا العراق الدولة الجارة أم الاكتفاء بهذا القدر ردا على مقتل موسوي لا أنا أعتقد يعني كما قلت يعني إيران يحاول يعني نزع فتين هذه الأزمة دون أن تتصاعد أكثر ورقة شرارتها أكثر ولكن لكل حادث حديث لأنه جانب الإسرائيلي ولدي مخطط يعني نتانياه ولدي مخطط يعني أنا ساذاجة علينا جميعا نظن نعتقد أن نتانياه يتخبر وتصرف بسيطية أشوائية وهذا ليس بجديد إن كانت نتانياه أو غيرها يعني دائما العلماء والقادة ظلوا هدفا لإسرائيل عبر عمليات اقتيال مختلفة ما الفارق هذه المرة هل هو التوقيت والتزامن مع ما يجري في غزة لا الفارق يعني هذه المرة الفارق أنه إسرائيل تريد أن توقيت شرارة حرب أكليمية يعني هذا هو الحل لإنقاذ نتانياه يعني ثانياه هو يبحث عن فلول وفروج من المستنقع وبالتالي عندما يوسع رفعة هذه الحرب يعني هذا يعني يستفز إيران وإذا أرادت إيران أن ترود سوف تكون ولايات المتحدة الأمريكية من خيارين فإما أن تتماها مع الموقف الإسرائيلي وتتدخل وتنشف حرب أقليمية وعذا ما لا ترغبين ولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها لا تريد أن تحارب يعني في التوقيت الذي يريده نتانياه حتى إرادة في التوقيت الذي يريده نتانياه وبالتالي أنا أعتقد يعني هذا الوضع الولايات المتحدة المكتية سوف تكون مخرجة إما تتماها وإما تدغط على الجانب الإسرائيلي وإذا لا أدفت على نتانياه هذا السوء لن يكون صالح الوضع إدارة بايدن لأنه ناتي السحبات الانتخابي وبالتالي نتانياه يبحث عن شريك نفسه يبحث عن من يريد أن يعلق على شماعاته فشل والتالي سوف يبحث لهم على بايدن أو على الإدارة الأمريكية بأنها هي التي لم تحارف إيران وهي التي أوقفت هذا الحرب وأنه كان منتصرا هذا منصوب أيضا لديمقراطيين من قدر الجمهورين لتانياه يعني المحرك هو بيد الوبيات اليهودية المتطرفة وإيضا بيد الجمهورين وإلى هذا المخطط نعم نعم أعذروني انتهى وقته فقط من طهران الكاتب أستاذ العلوم السياسي الأستاذ مصدق بورش شكرا على كل هذه الإفادات والقراءات وفي السياق كشفت وسائل إعلام إسرائيلي أن الجيش يتأهب تحسبا لرد إيراني على مقتل القيادي في الحرث الثوري رضي موسوي وأن هذا الرد ممكن أن يأتي من حدود سوريا أو لبنان فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفغلانج بشن عملية عسكرية في بيروت مماثلة لعملية غزة إذا واصل حزب الله اللبناني تصعيده على الحدود مشرا إلى أن الطائرات الإسرائيلية المقاتلة تحلق بحرية في أجواء لبنان ولمح وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أعمال انتقامية في العراق واليمن وإيران بسبب الهجمات ضد إسرائيل وقال إن الجيش الإسرائيلي يتعرض لهجوم من سبع جبهات وكان ينشط في ست منها وقال جلانت إن إسرائيل في حرب متعددة الساحات مؤكدا أن أي شخص يعمل ضد إسرائيل هو هدف محتمل ولا حصانة لأحد على حد تعبيره في سياق غير بعيد أعلنت الهيئة البحرية البريطانية سمع عدوي انفجار وإطلاق الصواريخ نحو سفينة جديدة قرب الحديد اليمنية وكانت الهيئة قد أعلنت صباحا أنها تلقت بلاغين عن رؤية مسيرات عاقب انفجارين شهداء على بعد نحو خمسة أميال بحرية من سفينة وقد وقع الانفجار وفق الهيئة على بعد خمسين بيلا بحري تقريبا غربي الحديد اليمنية وقالت هائة البريطانية أن السفينة تواصلت مع قوات التحالف التي قامت بتشكيلها أمريكا وسمتها حارس الازدهار في حين أن التقارير تفيد بسلامة السفينة وطاقمها وقال مراسل الحدث أن إسرائيل أسقطت مسيرة فوق البحر الأحمر كانت متجهة نحو إيلات هدى وتعرضت مدينة الدهب المصرية على البحر الأحمر لهجوم وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أنه السوم عدوي انفجارات في سماء المدينة وشوهد سقوط جسم طائر على بعد نحو كيلومترين من شواطئ دهب كما فد بيال اليزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثة أن أمن الملاحة في البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر والأردن بعد اتماع لوزيري خارجية البلدين ينضم إلي من بيروت الدكتور سامي نادر مدير معهد المشرق لشؤون الاستراتيجية مرحبا بك دكتور سامي بالنسبة لربنان هل مقتل القائد في الحرث الثوري سيكون القاصمة التي ستخرق هذا التوازن دعنا نقول استلاحا دون تصعيد والبقاء في قواعد الاشتباك على الحدود الجنوبية اللبنانية أعتقد لهذا الحدث أهمية بالغة ونعم يرفع مصوب المخاطر الذي أخذ مسارا تصعوديا في الفترة الأخيرة في الفترة الأولى ما بعد أحداث سبعة أكتوبر أو العملية العسكرية المضادة التي قامت بها إسرائيل اشتعلت الجبهة اللبنانية ولكن كانت ضمن إيقاع منضبط اليوم الأمور تأخذ مصار تصاعدي وتشيء بإمكانية اتساع الحرب إلى تتحول حرب إقليمية خاصة خاصة أن هناك تصميم من القبل الطرف الإسرائيلي بتغيير قواعد الاشتباك التي كانت قائمة القواعد الاشتباك التي كانت قائمة حولت الساحة اللبنانية إلى نوع من صندوق بريد يتبادل فيها اللاعبون الرسائل من جهة إسرائيل تخرق الحدود اللبنانية وتقصف من الأجواء اللبنانية الداخل السوري تستهدف أهداف إيرانية وأيضا الطرف الإيراني أو وزراعه على الأرض حزب الله يخرق من وقت لوقت القرار 1701 لإرسال بعض الرسائل اليوم يعني بعد أحداث هنا أقف معك هذه نقطة مهمة كيف وقتها عندئذ سيبرر حزب الله الذي يرفع لافتة المقاومة أنه ظل محدودا في التعاطي في دعم غزة كما يقول ومع مقتل القائد في الحرث الثولي سيصعد هذا الأمر إيراني بحتل علاقة له بقطاع غزة الذي بقي فيه معتدلا على الأقل أو ملتزما بقواعد الاشتبال صحيح حزب الله اليوم في نوع من المأزق السياسي إنجاز التعبير فمن جهة لا يمكنه أن لا يكون شريكا في قضية يعتبرها هي مسبب وجوده ولكن من جهة أخرى هناك خوف أن يتكرر المشهد الذي حدث في لبنان عام 2006 واليوم وكانت حرب تدميرية كلفتها الاقتصادية باهزة على اللبنانيين ولكن يكون هناك لا أزمة اقتصادية ولا أنهيار اقتصادي أضف إلى ذلك أنه كل المؤشرات تدل أن ليس لإيران مصلحة باتساع الحرب هناك وضع اقتصادي داخلي في إيران وهناك أيضا معادلة ردع عرستها أيضا القوات الأمريكية المركز كان في الخليج العربي أو في شرق بحر المتوسط وبالتالي هناك سير على حافة الهاوية قبل حزب الله وبالتالي هذا السير على حافة الهاوية في هذا السياق حزب الله وزعيمه منذ أيام هذا التطور الأخير في قطاع غزة وصف هذه الحرب بأنها حرب سياسية وأن هناك تكتيك ولا يود أن ينجر إليها الآن هناك إشارات أن نتنياهو يريد فتح الجبهات باغتيال موسوي في هذا التوقيت تحديدا هل تنتبه حزب الله والفصائل الأخرى لهذا الشرك إنجازلي التوصيف هذا قرار إيراني في النتيجة إن قررت إيران أن تواكب التصعيد الإسرائيلي أو الضغط الإسرائيلي سوف ترتب عليها وعلى حلفائها كلفة هائلة أو ربما هي تحاول توصل إلى تسوية ديبلوماسية لأن ما زال هناك محاولات من قبل أطراف أوروبية أطراف أمريكية بالتوصل إلى حل ديبلوماسي على الأقل لإقفال الجبهة اللبنانية حتى الساعة هذه المحاولات باءت بالفشل وربما لهذا السبب نرى تصعيد عسكري عملية إسرائيلية نوعية تستهدف قيادي بارس في الحرس السوري نعم الأمور اليوم تأخذ مسارا خطرا وإمكانية حصول توسع الحرب قائمة وقائمة لماذا هل اغتيال موسى فقط ولماذا لم يحدث ذلك حينما أغطيل قاسم سليماني يعني لم يصائد حزب الله ولم تفتح هذه الجبهة أو لم تكن هذه المخاوف حاضرة حتى لأن لأن موازين لأن موازين القوى في وقتها لم تكن حاضرة حتى الساعة ربما موازين القوى في حرب كلاسيكية ليست لمصلحة إيران وبالتالي يعني كان هناك كان ذلك يعني في نهاية عهد ترامب مع وصول إدارة بايدن كانت هناك أجواء انفتاح أمريكية على إيران كانت هناك محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي اليوم هذه الأمور مجمدة هل هي مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية الأمريكيون اليوم لا يريدون حرب الإيرانيون لا يريدون حرب ولكن يبقى بالنسبة للإسرائيليين قواعد الاشتباك الاشتباك التي كانت قائمة لم تعد لمصلحتها هي تريد عودة أبناء الجليل أي السكان إسرائيل الشمالية وبالتالي هذا غير ممكن ما هنا هل الرد من قبل حزب الله على هذه الجبهة سيكتفي بالعمليات التي جرت اليوم وأصابت بعض الجنود الإسرائيليين أم ستزداد أو ستقول أنا موجودة بفعل أكثر حتى الساعة هناك محاولة لضبط هذا الصراع محاولة الإبقاء على معادلة الردع كما كانت قائمة ولكن الأمور تأخذ مصار تصعيدي وقد يحدث انزلاق في أي لحظة يعني هناك كثير من القلق الذي يراود اللبنانيون والمراقبون لأنهم يعني ندرك تماما ما هي كلفة حرب على لبنان ما زلنا نعاني أثار الحرب المدمرة عام 2006 فما بالك اليوم والأمور اتخذت بعدا أخطر نعم مما كان في عام 2006 من بيروت الدكتور سامي نادر مدير معحد المشرق للشؤون الاستراتيجي أشكرك على حضورك وعلى كل هذه الإفادات والقراءات هذه الجولة الإخبارية من الحدث مستمرة وفيها أيضا الخارجية الفلسطينية تقول إن أعدادا من المواطنين يموتون يوميا جوع يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصابر وفي مصابر دول لأنه لكل خبر تداعياته تابع الحدث في مكانه وزمانه الدقة الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة نحنه لها لنقل وتوسيق وتخليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية الحدث حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة أهلا بكم من جديد إلى التطورات في قطع غزة حيث تتجه إسرائيل إلى الاعتماد على استراتيجية جديدة في حربها على غزة تتنقل بناء عليها من عمليات موسعة إلى عمليات أكثر دقة بحسب تصريحات عدد من مسؤوليها مؤخراً وتنقل صحفة اندبنتنت عربية عن متخصصين عسكريين أن الاستراتيجية الجديدة ستقوم على تقليص الجيش لعملياته الواسعة النطاق والتركيز على الهجمات المستهدفة وتضيف اندبنتنت أن إسرائيل بدأت استعدادها لهذه المرحلة لكن ببطء شديد وذلك مشروط بإنجاز المهام في مدينة خان يونس جنوباً وأول ملامح الاستعداد إعلان الجيش سحب قوات لواء أي جولاني من غزة بل لواء جولاني من غزة ويخراج قوات المظليين والمدرعات من الشق الشمالي للقطع وأعادت الانتشار عند الشريط الحدودي تضيف الصحيفة نقلاً عن المتخصصين أن خان يونس قد تكون المحطة الأخيرة من المرحلة المكثفة من الحرب والتي قد ينتهي معها تزامناً التواغل الذي يستعد له الجيش في المحافظة الوسطى من حدود قطاع غزة ينضم إلي مدير مكتب الحداث في فلسطين الزميل زياد حلب زياد مرحباً بك نبدأ بالراهن الميداني إن كان موجوداً في المشهد الميداني أطلقت رشقتان من السواريخ على الأقل منذ في ساعات الأخيرة الأخيرة كانت تجاه سديروت ومستوطنات غلاف قطاع غزة قبل ذلك استهدفت مدينة عسقلان الجنوبية بعدد من السواريخ تم اعتراض السواريخ بواسطة القبة الحديدية وسواريخ أخرى سقطت أيضاً في مناطق مفتوحة في محيط عسقلان نعم ما أتي إلى ما ذكر من خطط جديدة تتعلق بنظرة بالنسبة لتل أبيب للحرب مستصحبة معها الضغوطات الأمريكية على ما يبدو وهي أن العملية ستكون طويلة مع تغفيف حدة ووطأة هذه العمليات العسكرية كيف يمكن أن تفصل لنا أكثر في طبيعة هذه الخطة وهل سترضي واشنطن هذه الخطة هذه المرة هذا صحيح ما نقوله في الثلاثة أسابيع الأخيرة الآن أصبح أيضاً يتردد في بعض الصحف عملياً هذه ليست خطة جديدة هذه أساساً جزء من الحرب على قطاع غزة وهي خطة مقرة بمعنى لن يذهب الآن لإقرار هذه الخطة هي خطة مقرة مسبقاً يقررون التفاصيل بشأنها التخطيط الإسرائيلي الآن هو أن هذه الحرب ستستمر ربما حتى منتصف يناير خاصة في خان يونس ولكن بعد ذلك ستعيد إسرائيل نشر قواتها إلى خطوط معينة هي عبارة عن حزام أمني في شمال وشمال شرق قطاع غزة الدبابات ستكون هناك وكما يحدث في الضفة الغربية وقد شرحت ذلك سابقاً مرات عدة كما يحدث في الضفة الغربية سيحدث في قطاع غزة بمعنى التوغلات لاغتيال قيادات في حماس أو لتفجير أنفاق أو لتنفيذ اعتقالات والخروج تماماً كما يحدث في الضفة الغربية وبالتالي الضغط الأمريكي هو في اختصار الوقت عملياً يعني هنا أقب معك هذه النقطة مهمة هل تلأبيب واثقة من هذه المقاربة والمقارنة بما يحدث من اقتحامات للمخيمات في جنين وطول كرم ونابليس وغيرها سيكون بالسهولة أيضاً أن تخرج وتتوغل في كل مرة في قطاع غزة وهي الآن التي تتوغل ربما نحن ندخل إلى الشهر الثاني لن يكون سهلاً وأساساً الإسرائيليون والجيش الإسرائيلي المصادر المختلفة في إسرائيل تتحدث بشكل واضح لأنه لا فرصة حالياً لحسم المعركة ضد حماس في هذه العملية البرية وتحتاج إسرائيل إلى ما يشبه حرب استنزاف قد تكون لأشهر أو حتى لعام كامل هذا هو التقدير في إسرائيل وبالتالي لا يعني أن إسرائيل لن تستطيع أن تعلن نهاية الحرب عملياً مع هذه الخطة الجديدة بالتالي إسرائيل تتوقع أن القتال سيستمر لأشهر طويلة ضد حماس والفصائل الفلسطينية لكن بوتيرة أقل بمعنى لن ترى ربما هذا القصف بالطائرات وهذا التوغل بألوية وما إلى ذلك قد يكون بشكل مختصر وفي مناطق محددة عينية والخروج بعد ذلك لكن بدون أن نشك في إسرائيل يقولون أن حرب استنزاف يتطلبها الأمر كي يكون هناك حسم وازال الأمر بعيداً جداً عن الحسم وكيف نفهم ذلك زياد أخيراً مع استصحاب أشياء سابقاً كنت تتحدث عنها دائماً مسألة القدم التقسيم إلى مربعات المنطقة العازلة كل هذا سيتبلور في إطار هذه الخطة أم تم التخلي تماماً عنه زياد لا هذا متبلور تماماً هو في إطار هذه الخطة سيجري الانسحاب على الأرجح من الشمال إلى منطقة الحدودية يعادة مئات من الأمطار توغلاً فقط ستنتشر الدبابات خارج الأحياء الفلسطينية في الجنوب أيضاً قد يحدث أمراً مشابهاً عملياً ومن هناك ينطلقون التجاه التوغلات والاغتيالات التي نتحدث عنها وبالتالي هذا الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً في إسرائيل غير متفائلين بإمكان حسم هذه الحرب وتحقيق الأهداف الواضح بأن إسرائيل الآن في هذه الإعلان عن هذه المرحلة بأنها عملياً ما زالت تقرب أنها تفشل في حسم المعركة حالياً ضد حماس وتحتاج إلى حرب استنزاف من أشهر طويلة من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي شكراً على كل هذه المعلومات والتفاصيل ونبقى في التطورات في غزة فبعد كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القوات البرية ستتوغل أكثر داخل القطاع خلال الأيام المقبلة أفاد مراسل الحدث أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليته البرية في مخيم البريج وسط قطاع غزة انطلاقاً من محور التقدم من موقع مقبول العسكري وشارع عبدالخالق وذلك فيما يستهدف المخيم بالغارات وبالأحزمة النارية والقصف المدفعي المكثف على الأحياء والمنازل السكنية في المخيم أما في خنيونوس جنوب القطاع فأفاد مراسلون أن غارات عنيفة استهدفت المنطقة وطالت محيط مستقفى ناصر تزامناً مع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي المتقدمة ومن جانب آخر أفاد مراسل الحدث عن سقوط جنديين إسرائيليين خلال المعارك في غزة نحن لن نتوقف من يتحدث عن التوقف يجب أن يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل الحرب ستستمر حتى النهاية حتى ننهيها لا أقل من ذلك إنسانياً قالت الخارجية الفلسطينية إن أعداداً من الفلسطينيين يموتون يومياً من الجوع فيما حذرت الأمم المتحدة من قلة الأماكن الآمنة التي يمكن لسكان قطاع غزة النزوح إليها وخلال زيارة الميدانية إلى حي دير البلع وصفت رئيسة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة وصفت الوضع في قطاع غزة برقعة الشطرنج البشرية التي يفر وينزح الآلاف داخلها مرات عديدة كما أكدت أن المساحة المتبقية لم تعد تكفي العداد الهائلة من النازحين خاصة في رفح التي يواجه الآلاف فيها مصيراً مجهولة من جنوب قطاع غزة ينضم إليها مراسل الحدث الزميل محمد عوض محمد مرحباً بك إليك الكلمة لرصد وإجاز آخر التطورات الميدانية بالتحديد نعم ميدانياً تواصل إسرائيل غاراتها على مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة على وجه الخصوص تحديداً في المنطقة التي تدور فيها اجتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصالة الفلسطينية التي حاولت الأخيرة التصدي إلى القوات التي تحاول الوصول إلى وسط مدينة خان يونس في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة عن شهود عيان ننقل هذا الخبر العاجل أن الجيش الإسرائيلي قام قبل قليل بتفخيخ عما يقارب عشرة منازل في منطقة الزنة إلى الشرق من مدينة خان يونس وقام بتدمير هذه المباني بشكل كامل أيضاً في المناطق الغربية لمدينة خان يونس أغار الطائرة الصائلية على منزل يعود عائلة الهباش مما أدى إلى وقوع ضحية وأكثر من 15 إصابة نقل إلى مستشفى ناصر الطبي أيضاً القصف الإسرائيلي المدفعي متواصل على مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة تحديداً في منطقة القرارة ومنطقة خان يونس والمناطق التي تشهد توغلاً برياً وعسكرياً خاصة في ظل قيام الفصال الفلسطينية بإطلاق قذاف الهون على عدد من الجنود الذين تجمعوا في شارع خمسة وهذا ما أعلنته صرايا القدس أما في وسط قطاع غزة يشتد القصف الإسرائيلي تحديداً على مخيم البرج هذا المخيم الذي نزح سكانه إلى المناطق الجنوبية وكذلك إلى منطق الدير البلح هناك استهدافات كبيرة ومتتالية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضاً هناك تقدم للدبابات الإسرائيلية من عدة محاور اتجاه هذا المخيم نعم محمد أين أنت؟ ألاحظ ورائك خيم هل هذا هو إحدى المناطق التي يتخذها الناس معسكراً؟ اشرح لنا بالضبط يعني نعم نحن نتواجد في مستشفى الكويت هذه الخيام نصبت لبعض العائلات التي لم تجد المأوى ولم تجد الأماكن التي تبيت ليلتها الباردة وأيضاً ليلتها التي تشهد قصفاً عنيفاً ومتواصلاً أود أيضاً الإشارة هنا إلى أن الجيش الإسرائيلي قطع كل الاتصالات بمن فيها شبكات الإنترنت والشبكات الخلوية على مدينة خانيونس والتي يجري فيها العملية البرية قبل قليل كان هناك تصريحات صحفية لوزارة الصحة الفلسطينية قالت بأنها تخشى تكرار سيناريو مستشفى الشفاء الطبي مع مستشفى ناصر إلى الغرب من مدينة خانيونس بأخصة بعد قيام الجيش الإسرائيلي بإنذار بعض المربعات القريبة من مستشفى ناصر بدرورة الإخلاء تمهيداً لعملية برية في تلك المنطقة أيضاً أود الإشارة لأن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط مستشفى ناصر تحديداً منطقة النابساوي أيضاً الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت سيارة تتبع لمصطحة بلدية مياه خانيونس أدى ذلك إلى وقوع عدد من الضحايا عندما كانوا هؤلاء الفنيين الذين يعملوا في المصطحة بتوصيل المياه لبعض المناطق وهذا الأمر أدى إلى تخوفات كبيرة لدى المؤسسات العاملة بالميدان والمؤسسات الغاثية من قيام الجيش الإسرائيلي هنا أقف معك لنختم عن مسألة كثرة أجراس الإنذار المتعلق بموضوع المجاعة محمد كيف يمكن أن نفهم ذلك بإسقاطه على الواقع الذي تعيشه أندا مع الناس في قطاع غزة نعم نحن نتحدث عن عشرات العائلات تشترك في كيس دقيق واحد نتحدث عن عائلات لم تجد المياه منذ أيام نتحدث عن أطفال لم يتذوقوا طعم الحليب منذ أكثر من خمسة أسابيع وهذا بفعل نفاذ كل كميات الحليب في المناطق الجنوبية لقطاع غزة وكذلك في مدينة غزة لذلك هناك إنذارات ساخنة وإنذارات متقدمة وتقول وزارة الصحابي أن الوضع الطبي وأيضا الوضع المعيشي في قطاع غزة لم يسبق له مثيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة خاصة ونحن نتحدث عن أكثر من ثمانين يوما والحرب على قطاع غزة مستمرة الجيش الإسرائيلي من جانبه يمنع إدخال كل المواد الأساسية والتموضية وأيضا يسمح بدخول فقط المواد الغاثية والإنسانية التي يقوم بتفتشها بدقة أبلغنا أيضا أن الجانب الفلسطيني يتجاهز خلال الساعات القادمة لاستقبال ما يقارب ثمانين مواطنا انقضوا ضحية الغارات الإسرائيلية وانقضوا ضحية القصف الإسرائيل المتواصل على مدينة غزة الجيش سيفرج عن هذه الجثامين عبر كلم أبو سالم لذلك هناك استعدادات من وزارة الصحة باستقبال هؤلاء الجثامين من جنوب قطاع غزة مراسل الحدث الزميل محمد عوض شكرا على كل هذه التفاصيل والإفادات وفي السياق نشرت كتائب القصة مقطع فيديو جديد لاستهداف لأحد مقاتليها وهو يقوم بزرع عبوة ناسفة من مسافة صفر تحت ذبابة إسرائيلية كانت تتوغل في أحد محاور غزة ما أدى لانفجارها بينما تمكن المقاتل من الهرب كما يوثق مقطع الفيديو لحظات تنصي جنود إسرائيليين في غزة واستهداف آخرين بقذيفة صاروخية نتابع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة